بسم الله الرحمن الرحيم يا عزائي الطلبة سوف نكون معكم إجابات التدريبات لهذا اليوم في البداية سوف نعرض عليكم بعض الصور لمضات الجروح والفاف التي نستخدمها في حياتنا اليومية وتكون موجودة في صندوق الإسعافات الأولية الآن سوف ننتقل لمعانا المفردات والتركيب الورد في صفحة 45 لدينا عمود أول يحتوي على كلمات كدمات خدوش ضماضات أثار في الجلد دون إسالة الدم لفائف تربط بها الجروح أو الكسور أثار في الجلد ناجمة عن ضربة جسم صلب دون جروح المطلوب أن نصل الكلمات في العمود الأول بمناسب معناها في العمود الثاني كدمات تعني آثار في الجلد ناجمة عن ضربة جسم صلب دون جروح خدوش تعني آثار في الجلد دون إسالة الدم ضماضات تعني لفائف تربط بها الجروح أو الكسور الآن ننتقل السؤال الثاني اختر من الصندوق كلمتين تقاربان في المعنى الكلمة في الأسفل واكتبها في الفرغ الكلمات في الصندوق هي ابتكار تطبيب جهز أعطى معالجة اكتشاف وهب حضرة الآن الكلمات أعدى ويناسبها جهزة وحضرة اختراع ويناسبها اكتشاف وابتكار مدوى ويناسبها تطبيب ومعالجة منحة ويناسبها أعطى ووهبة الآن ننتقل إلى السؤال الثالث امنع الفراغ أمام كل جملة مما بين القوسين بما يناسب المعنى ما تحته خط لدينا القوسين مجموعة الكلمات معقم تطوير ترقية منح الجندي رتبة أعلى لكفاءته معنى كلمة رتبة أعلى ترقية ربطت الطبيبة الجرحة بقماش خال من الجراثيم خال من الجراثيم ثاني معقم تعمل الشركات على تحسين منتجاتها باستمرار كلمة تحسين ثاني تطوير الآن سوف ننتقل لحل أسئلة الفهم الاستيعاب صفحة 46 وكما تعودنا المطلوب أن نكتبها على الدفتر مباشرة نكتب رقم السؤال ومباشرة نباشر الحل السؤال الأول ماذا يفعل أحدنا حين يصاب ببعض الجروح والخدوش والكدمات؟ الإجابة يلجأ إلى استخدام ضماضات الجروح السؤال الثاني لماذا فكر ديكسون في اختراع ضماضات الجروح؟ الإجابة لمعالجة إصابات زوجته التي أصيبت أثناء عملها في المطبخ السؤال الثالث كيف ساعد ديكسون زوجته على مداوات جروحها بسهولة ويسر؟ الإجابة أرسق قطعا صغيرة من القماش النظيف المعقم في منتصف الشريط اللاصق وأعده لتكون جاهزة في حالات الإصابة الطارئة السؤال الرابع بما حظي ديكسون بفضل اختراعه؟ حظي بتقدير شركته ومنح ترقية بفضل اختراعه؟ السؤال الخامس اقترح عنوانا آخر للدارس؟ ممكن نقترح عنوان باسم مخترع ضماضات الجروح وهو إيريل ديكسون المطلوب كما قلنا سابقا أعزائي الطلبة أن نكتب هذه الإجابات على الدفتر